السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم فيديو جديد فيديو اليوم سوف نشارك معكم فيه أسهل وأسرع تحلية بردة اللي ممكن أنكم تحضرواها بدون فرن وخصوصا في هذه الحرارة كما تريدون أن نقفوا بكثير في الكوزينة سوف نشارك معكم اليوم إن شاء الله بحجم لي هو عائلي وبقوام لي هو كريمي بدون كريمة ولا فلون ومكونات إن شاء الله اللي سوف يتوفر عن الجميع فما نطوش عليكم كيف العادة وندزول المقادر وطريقة هذه والوصفة ديال اليوم إن شاء الله بما أننا سوف ندرها بدون فرن فنحتاج البيسكوية دائما نأخذ معكم بهذه النوعية هذه هذه النوعية تكون هكا شي شوية مهبرة كيف نقولون ما فيها سكر بزاف ونسلي كيس ونرى كننخذها من بيم 8 ديال 9 دراهم سوف نأخذ البيسكوية ديالي غاد نأخذ جديد العليا وما اللي غاد يكفوني اليوم يعني في اللاطا اللي غاد نستخدم معكم اليوم قياس ديال اللاطا اللي درت أنا اليوم فيها 25 إلى 28 سنتيم نأخذ البيسكوية ديالي ونحاول ندير واحد طبقة هكا في القاعدة مما كان نبلي له لاب حليب لاب تشي حاجة باش نقدر من بعد أن ينهز القياس ديالي بكل سهولة وبلغ ما يتفقى هكا كناك تفقى لاسقالية في القاعدة سوف ندير واحد فريشة وتدوك الجوانب كان عمرهم من بعد قد ندوس ونحضر معكم الكريمة بالنسبة للكريمة اللي غاد يحتاج يعني في هذا القياس اللي كفت لكم اللاطا عندي فيها 28 إلى 25 سنتيم سوف نأخذ هنا خمسة ديال الكؤوس ديال الحليب سوف نضيف عليهم هنا جوج ديال ملاعق كبار ديال الدقيق بالنسبة للدقيق يعطي واحد القوام اللي هو كريمي لهذه الكريمة كيف مكلكم لا تديروش فيها يعني الكريم الشونتية ولا الكريمة السائلة يعطي واحد القوام اللي هو كريمي سوف نضيف عليهم كذلك هنا جوج معلقة ديال كاكاو أنا هنا كيفش معي غربيت الدقيق وغربيت الكاكاو لأنهم كيتكوروا أما بالنسبة للناشا كذلك سوف نضيف جوج ديال الملاعق كبار ديال الناشا ولا يحتاجون انكم تغربيهم ولا يوجدون مشكلة كيفش معي ملاعق ناشا وجوج ملاعق دقيق وجوج ملاعق ديال الكاكاو المور الناس الذين يريدون الكمية كاملة ناشا أو الميزينة ممكن ولكن لا تديروش الكمية كاملة دقيق لأنها لا تجمع معكم عفوان من بعد من بات نضيف ملايق السكريم من خلط السشه نضيف الكاثرول خلط السشه خلط السشه يجب أن تتكاتف معكم و يجب أن تتقل معكم قليلاً و يجب أن تصل إلى مرحلة الغلايين و خصوصاً في هذا الدقيق يجب أن تغلق كثيراً و يجب أن يطيب القوام بهذه الكريمة بعد أن تغلق الكريمة نضيف هناك معلقة كبيرة زبدة و 50 جرام الشوكولاتة و نضيف مرة أخرى حتى يجب أن تلتقل الشوكولاتة و الزبدة بعد أن نضيف الكريمة نضيف طبقة كثيرة و نضيف الطبقة الكريمة كيف اجتماعي الكيمية التي اعطيتكم ان شاء الله سوف يتكفاكم من بعد ما نضيف الكريمة نضيف الطبقة الأولى و كيف اجتماعي القوام بها كيف دائر كريمة كوحريري سراحة كتجزوينة بزف وكتجي لديدة لديدة فتح لها كنناخد البيسكوي كيف لحظتم معي كيف اجتماعي بسكوي بالعكس في القاعدة كيف اجتماعي لدي البيسكوي و الفوق نضيف الطبقة اللي هي مخالفة باش حتى من بيت فاش نقطع القطع اجتماعي طبقات البيسكوي دائما تعمر الفراغات بعد ما نضيف الطبقة الثانية البيسكوي نأخذ الكريمة و نحركها و نساجن مرة أخرى و نضيف الطبقة الثانية و نضيفه الكمية قليلة يعني اذا كنتم معي درس خمسة الكؤوس الحليب يعني تقريبا كنضيف في كل طبقة كنضيف الطبقة الأولى سنضيف تقريبا الكؤوس الحليب والثانية كذلك اما الكمية المتبقية القليلة كيف تشوفوا معي هي اللي غاد نضيفها من فوق او لا غاد نساوي بها عفوا الوجه ديل هالتحلية نفس الشيء غاد نضيف هنا طبقة أخرى ديل بيسكوي و غاد نضيف الكمية اللي اتبقت لي ديل الكريمة كيف كنت لكم كمية اللي هي قليلة فقط غاد ننخبي به هادوك الفراغات اللي كيكونوا هكاما بين القطع ديل بيسكوي باش من بعد نمغين ديل غلاساج هكام الفوق يجيني مقعد و مينزش لي كامل و يضيع لي غيف الفراغات ديل بيسكوي سوف نحاولها بواحد الملعقة او لا سباتيولا او اللي عندكم تحاولوا انكم تقدوا هادوك الكريمة وتساويوها مزيان مزيان و من بعد غاد ندخل اللطة ديالي او لصينية ديالي ندخلها لتلاجة حتى غاد يتبرد نرى ما غاد نتاخذ معكم وقت بزاف لان الطبقات كذلك ديل الكريمة راح ماشي غلاضي فيعني النصف ساعة غاد تكون كافية حتى انها تتمسك لكم الطبقات ديال الكريمة اما إذا بغيتوها تكون بارده مزيان فانتو بطبقه التطولوا لها في التلاجة بالنسبة للغلاساج الغلاساج غلاساج الولد احضر انها مية جرام ديال الشوكولاتة البيضاء و أنضيف لها علبة ديل الكريمة كراميل مية جرام ديال الشوكولاتة ديال كراميل تقريبا تلتاشر قطعة مربعة ضفت لها علبة ديل كريمة كراميل ونخلط مزيان مزيان حتى لا يبقى لديك القطاع والتكتولات الياغورت سوف ناخده مباشرة ونحاول انه نفرغه من فوق هالطبقة اللي درنا الكريمة كيف تلكم هنا يعني خلينا الطبقات البيسكويت فكنا نحتاج ضعف الكيمياء عفون دير هالجلاساج اللي درنا لانه يبقى ينزلينا غير في الفراغات سوف نحاول ما امكان ندير نسوي الطبقة ديال الجلاساج كيف تشوفه مزيان مزيان ونحاول انا هنا كيف تشوفه معي مقى نخبطها كالصينية واحد شوية باش يعني توزع لي ماء امكاني توزع لي تلك القلاساج بالتساوي من بعد كناخد هنا شوية ديال الشوكولاتة نخديس هنا الشوكولاتة الخاصة بالدهن او لا تديروا غير شوكولاتة يعني العادية كتديروا هكا خطوط لندرتهم ميلين وخرمزتهم هنا في الاخر سوف يديروا هناك زين ديال الخطوط غدين جايين بحل زين ديال الميفاي كي جي سراحة زوين بزاف شي حاجة لي هي سهلة وصدقوني كتتحضر يعني في واحد الوقت لي واق واجيز ضغية ضغية كتوجد هنا غدين ناخدها ونقسمها بنسبة القياس اللي كيف تكتليكم اليوم اللي عندي فلاطا ديال 28 إلى 25 سنتيم غدين نحاول نقسمها كربعة في الطول وخمسة في العرض يعني غدين نتخسل على 20 قطع كيف تشوفوا معي يعني قطع اللي هم لا بأس بهم ماشي كبارين بزاف كو ديال الكرة ماشي صغارين يعني الواحد يلاخذ اخر قطعة واحدة ستكون كافية جدا انا غدين نهزمعكم قطعك في عادة ضروري باش تشوفوا معي الشكل ديالك باش تجي من اروع ما يكون البيسكويت وخا يعني ما رطبناه لف حليب لف تشي مشروب بالاكسة ديالك الرطوبة ديال الكريم كيف تشوفوا معي الكريمارة يعني القاوم ديالها كريمي هكا وحريري يعني ما كانش قاسحة بزاف كافية عن ذيك الرطوبة ديال الكريمة انها ترتب لكم بيسكويت وانتو مات النتيجة قدمكم كي يجي يرطب كي يجي ديالك الكريمة زوين المدق ديالها يعني الدقيق في الكريمات كي يتي واحد القاوم اللي هو زوين بزاف بزاف بالنسبة للقلاساج كي يجي رائع كيتواتف زاف بزاف التحليه هذي التحليه نعود نأكد لكم على النوعية ديال بيسكوي ليدرس ماشي اشهار ولكن غير كيف كنقول لكم دائما هذي النوعية كتكون ناقصة شي شوية في الحلوة ديالها كشي باشوخة ندير بها التحليه يعني ندير فيها كقلاساج ولا تكون شوكولاتة ولا اي حاجة ما كتجيش حلوة اكتر من القياس هذا هو الشكل ديالها عن قرب كيف كتشوفوا كتجي زوينة بزاف ذاك البيسكويت كيف كتليكم كيرطاب غير بوحدوب لا تحتاجوا انكم ترطبوه اذا مشيجوه ترطبتوه فورا غدي جيكم يعني ما غديش تهزليكم غدي جيكم يعني مخر مزا تتمنى فعلا اقتراح دياليوم يكون نالاعجاب ديالكم وتجربوه ان شاء الله تجربوه وينالاعجاب ديالكم الي اعجبكم كيف العادة ما تنسونيش فقط من اللايكات ديالكم للتشجيع كيف العادة لان اللايكات هما ليكي يخلو الفيديو صل الاكبر عدد ديال الناس شاركوه مع الاصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي بشت مفائدة على الجميع تشكركم دائما لحسن المتابعة ديالكم والوفاء ديالكم بدا غدي انكم وصلت نهاية وصفة اليوم مع وصفات اخرى ان شاء الله مع السلامة